بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله واصحابه أجمعين يسر قسم العلوم في مدرسة صلاح الدين الأيوبي المستقلة أن تقدم مراجعة المدلة العلوم للصف السابع للباقة الرابعة السؤال الأول كتاب ما ساكن فوق رف أي مما يلي ينطبق على القوى المؤثرة على هذا الكتاب أولا ليس هناك قوى مؤثرة على الكتاب با القوى المؤثرة على الكتاب كلها متوازنة جيم القوى المؤثرة على الكتاب لأسفل أكبر من القوى المؤثرة على الكتاب لأعلى جيدال القوى المؤثرة على الكتاب لأعلى أكبر من القوى المؤثرة على الكتاب الاجابة الصحيحة هي القوى المؤثرة على الكتاب كلها متوازنة السؤال الثاني ما مقدار قوة جذب الأرض لجسم موجود على سطحها كتلته 1 كيلو جرام ألف خمسة نيوتن با عشر نيوتن جيم خمسون نيوتن دال مئة نيوتن الاجابة الصحيحة لهذا السؤال هي عشر نيوتن السؤال الثالث أي مما يلي ينطبق على سيارة تقف بوضع السكون على أرض مستوية ألف ليس هناك قوى مؤثرة على السيارة با القوى المؤثرة على السيارة كلها متوازنة جيم القوى المؤثرة على السيارة لأسفل أكبر من القوى المؤثرة على السيارة لأعلى دال القوى المؤثرة على السيارة لأعلى أكبر من القوى المؤثرة على السيارة لأسفل الإجابة الصحيحة هي القوى المؤثرة على السيارة كلها متوازنة سؤال الرابع ما اتجاه التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية؟ ألف من القطب الموجب إلى البطارية با من القطب الموجب إلى القطب المفتاح دا سي من القطب السالب إلى القطب الموجب دا من القطب الموجب إلى القطب السالب الإجابة الصحيحة هي من القطب الموجب إلى القطب السالب سؤال الخامس ما نوع توصيل مصابيح الكهربائية في المنازل؟ ألف توالي با توازي جيم توالي وتوازي ودال في اتجاه واحد الإجابة الصحيحة هي توازي السؤال السادس ماذا يحدث لإضاءة المصابيح عند إضافة مصباح إليها على التوالي؟ ألف تقل با تزيد جيم لا تتغير دال تقل ثم تزيد الإجابة الصحيحة هي تقل سؤال السابع ما فائدة توصيل خلايا الكهربائية على التوالي؟ ألف لا فائدة با زيادة شدة التيار جيم نقص شدة التيار دال زيادة زمن استخدام البطارية الإجابة الصحيحة لهذا السؤال هي زيادة شدة التيار أمن ما فائدة توصيل خلايا الكهربائية على التوازي؟ ألف لا فائدة با زيادة شدة التيار جيم نقص شدة التيار دال زيادة زمن استخدام البطارية الإجابة الصحيحة لهذا السؤال هي زيادة زمن استخدام البطارية السؤال التاسع ماذا نستخدم لحماية الدوائل الكهربائية من التيار الكهربائي الكبير؟ ألف أميتر با فولت ميتر جيم مقاومة كهربائية دال منصهر الإجابة الصحيحة لهذا السؤال هي منصهر سؤال العاشر أي مما يلي يصف مسامية الصخور؟ ألف ملمس الصخرة با حجم البلورات في الصخرة جيم نسبة الفراغات في الصخرة دال الكتل لكل وحدة حجم في الصخرة الإجابة الصحيحة هي نسبة الفراغات في الصخرة السؤال الحادي عشر أي مما يلي أفضل وصف لعملية تكوّل الصخور النارية؟ أرض البحيرة تتحول تدريجيا إلى صخر الأنهار الجليدية تتكدس تربتها إلى صخر الصخور تتحول إلى نوع آخر تحت سطح الأرض دال الصهارة تصل إلى سطح الأرض وتبرد وتتحول إلى صخر الإجابة الصحيحة هي الصهارة تصل إلى سطح الأرض وتبرد وتتحول إلى صخر السؤال الثاني عشر ما الصخر الناتج عن تعرض صخر قديم إلى ضغط كبير أو حرارة مرتفعة أو كلاهما؟ رسوبي متحول ناري سطحي ناري جوفي الإجابة الصحيحة ليد السؤال هي متحول السؤال الثالث عشر ما نوع الصخور التي تتكون من طبقات متتابعة وتحتوي على مساماتها على مسامات بين حبيباتها؟ متحولة ب رسوبية جيم نارية بركانية دال نارية جوفية الإجابة الصحيحة هي رسوبية السؤال الثالث عشر السؤال الرسوبية وضح كيف يمكن للرواسب المترسبة بواسطة نهر أن تتحول إلى صخرة رسوبية الإجابة الصحيحة أن تفيد في دراسة الكائنات الحية التي عاشت منذ فترة طويلة عن طريق الأحافير الموجودة بها والتي هي بقايا وآثار لكائنات حية كانت تعيش في الماضي السؤال الثالث عشر كرة قدم ثابتة على الأرض يركلها لاعب لتتحرك كيف تؤثر مقاومة الهواء على الكرة وهي تتحرك الإجابة تعمل مقاومة مقاومة الهواء في اتجاه معاكس لاتجاه الحركة لماذا ينحرف مسار الكرة لأسفل أثناء مواصلتها للحركة بسبب قوة الجاذبية الأرضية السؤال السابع عشر أذكر عاملين يسببان تحول الصخور الرسوبية إلى صخور متحولة الإجابة هي الضغط والحرارة السؤال الثامن عشر انظر إلى الصخرة الموضحة أمامك ما نوع هذه الصخرة رسوبية اذكر ميزة واحدة لهذه الصخرة التطبق أي أنها تتكون من طبقات متعددة السؤال السؤال التاسع عشر انظر إلى الصخرة الموضحة أمامك ما نوع هذه الصخرة إنها رسوبية ميزة أيضاً اذكر ميزة واحدة لهذه الصخرة تحتوي على أحافير السؤال العشرين تنقسم الصخور النارية إلى صخور نارية سطحية وجوفية وذلك حسب مكان تصلبها ما حجم بلورات الصخور النارية الجوفية كبيرة فسر إجابتك لأنها تنتج من الماغمة عندما تبرل تحت سطح الأرض ببطء خلال ملايين السنين وتتصلب وتشكل البلورات الواحد والعشرون تنقسم الصخور النارية إلى صخور نارية سطحية وجوفية وذلك حسب مكان تصلبها ما حجم البلورات الصخور النارية السطحية صغيرة فسر إجابتك لأنها تنتج من اللافا عندما تبرد فوق سطح الأرض بسرعة وتتصلب وتشكل البلورات السؤال الثاني والعشرين خضع صندوق موجود على الأرض لقوتين متساويتين كما هو موضح بالشكل أدناه القوة ألف عشر نيوتن والقوة با عشر نيوتن هل يتحرك الصندوق عند خضوعه القوتين ألف وبا بنفس الوقت الجواب لا لماذا؟ فسر إجابتك لأن القوى المؤثرة على الجسم متزنة متزنة أي أنها تساوي صفر ترجمة نانسي قنقر